اشتركوا في القناة وواضح الاحتفاء الكبير بالمسلسل بعد عرضه في شهر رمضان تقول ايه عن الحفاوة البالغة اللي كوبل بها المسلسل والله هو العمل بالتأكيد اللي بيحترم عقلية الناس وبيبقى مبني على اساس سليم وفي جهد من كل عنصر في العمل ده لازم يبقى له صلاة فيعني انا بزعم ان احنا كلنا من صغير الكبير عملنا مجهود كبير جدا الحقيقة وبصدق وكان جوانا المتفرج واحترام عقليته مفيش حاجة اسمها ضحك مفيش حاجة اسمها لفظ خارج مفيش يعني كان عمل مستوى الحقيقة اسعدنا جدا وبالتالي ده انعكس على الناس فهو ده اللي شفناه فعلا في كلام وتقدير الصحافة وكل الناس اللي شفت المسلسل الحقيقة الفنان يعني بتكوينه ممكن دي حاجة جانب الناس متصورش اللي ما لا حد يتكلم عن الفنان بالشكل ده الفنان نفسه لازم يبقى ده اللي جواه لانه هو اللي بيميز بنا ادم عن بنا ادم ويخليه الفنان هو الاحساس درجة الاحساس الفنان لازم يبقى احساسه مرهف جدا والاحساس المرهف ده لا يمكن ينتج عنه غير الخير صحيح الحب الخير لاخرين صحيح فهي شخصية يعني انا مليتش في الجوانب دي صعوبة انما اولا كنت متخوف بس الناس ما تصدقهاش انما اتفاجئت بين الناس صدقتها ليه لان انا عملت ادوار كتير جدا شهر ادوار شهر ادوار يعني والب السوالمي والعاد بس عملت برضو كتير خير يعني طبعا الشر طبعا الشاهد والدموع انا عملت بشكل محش الممتاز اه طبعا رعفة الهجانة يعني بيورد حاليا يعني اه اه ضابط المخابرات او الرجل المخابرات اللي اللي خدم بلده اه وقفن عمره كله في خدمة بلده وتكوين جهاز اه المخابرات في مصر صحيح صحيح والناس الحمد لله ما اقشوف لحد لازم يبقى اه اه يعني ان الله لا يضيع اجرم انا الحسن احسن اعلم والفنان طبعا المتميز هو اللي دايما بيغير جلده وهو ده غصب عنه هو مقصدش انا مقصدش اعمل اه تباين في الادوار ولا كده لا هو بيبقى الهدف هو شخصية اه بتقول ايه للناس يعني ايه المهم من اللي بتساهم فيه في عملية الاصلاح العامة اه يعني هو زي وزي اي خبير بيشوف مجتمعه بيحط يده على العيوب عشان تتصلح وكده التعاون مع النجمة بقى الهام شاهين تقول ايه عنه والله انا تعاونت قبل كده التكلم ده ممدة مع زميلة الهام اه وكان في زهني اه ليها مستوى المرة دي اه مستوها زاد جدا بصراحة لدرجة ان انا اه بقيت سعيد جدا انا بشغل قدامها انا افرح جدا بالفنان الكويس افرح به لان ده هيضف لي وهيضيف للشغل للشغلة اللي انا شايفها احلى شغلة في العالم صحيح وانما الفنان اللي بيخس ده او بياخد المسائل اه كده هزار او من ناحية المادية بس او بتاع يعني ما بقى السعيد ده ياه موسيقى موسيقى